السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل عشاق كرة القدم السورية حوالين العالم أديل كتير ما تكلمتش بالحماسة دي ولا بالقوة دي مباراة النهاردة مباراة سوريا والأردن تحت 17 سنة درس للمنتخب الأول وللمنتخب الأولمبي وللمنتخب الشباب درسي في كرة القدم أديل كتير جدا ما شفتش مباراة حلوة للمنتخب السوري أديل كتير ما شفتش مباراة مش عايزها تخلص من كتر ما هي حلوة من كتر ما الدفاع حلو من كتر ما الهجوم حلو من كتر ما الأهداف التلاتة حلوين من كتر ما حارس المرمى مرعب حارس المرمى النهاردة هاد اسماعيل حارس مرمى منتخب سوريا مرعب أنا لو ما كان هاد اسماعيل أنا من سوريا أنطلق على أوروبا من غير كلام ومن غير رغي كتير النهاردة منتخب سوريا لقن المنتخب الأردني درس في كرة القدم أنا كاتب في العنوان أن منتخب سوريا يمسح بالمنتخب الأردني أرضية الملعب دي حقيقة واللي يزعل يزعل دي حقيقة النهاردة المنتخب السوري عمل كل فنون كرة القدم ما فيش حاجة حلوة ما تعملتش وأنا يمكن توقعت معكم من برح النتيجة أن احنا هنفوز إن شاء الله بإذن الله 2-0 آه هي بقى الثلاثة واحد أي نعم والهدف الأخير للأردن اللي من ركل الجزاء ده للأسف كنت أتمنى أن ما يجيش وكنا ناخد الثلاث نقاط كاملة ونظيفة وكمان بشباك نظيفة ولكن يعني الحمد لله قدر الله ومشاء فعل فوزنا فوزنا على عكس ما ناس كتير كانت مبرح بتقول إن أنا بفاول على المنتخب السوري بالعكس وكده طبعا الهدف الأول سجلوا المنتخب السوري سجلوا عبد الرحمن سراج في الديئة 50 الهدف الثاني سجلوا عبد الرحمن ديناوي في الديئة 55 وأخيرا بشار الحريري سجل الهدف الثالث والأخير في الديئة 74 من ركلة جزاء والله العظيم منتخب كويس والله العظيم بيلعبوا كرة أنا ما شفتهاش من زمن أنا هابة تابع كرة القدم السورية أديلي 8 سنين والله ما شفته مباراة بالحلاوة دي أنا ما شفتش مباراة بالحلاوة دي أديلي زمن طويل ما شفتش ماتش كده حلو ماتش متكامل لازم نذكر ونقول شكرا يا كابتن فراس معاس عاس على هذا المنتخب شكرا أنت كده طمنتنا الله يطمنك طمنتنا على مستقبل كرة القدم السورية لعشر سنين قدام اسم اسم لاعب لاعب أنا عايز أقول لكم أن النهاردة كل لعبة لعبت يعني السبع تبديلات تلاعبوا كلهم وتقريبا أغلب المنتخب لعب باستثناء حراس المرمى لتنين البودلاء طبعا دلوقتي منتخب سوريا للناشئين ترتيبوا على رأس المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق أهدافين كنت أتمنى بقى فارق ثلاث أهداف لكن ما علينا في المركز الثاني منتخب الأردن بصفر نقاط ثم منتخب إيران ثم منتخب هون كونج ثم كوريا الشمالية هتولنا إيران يا جماعة هتولنا إيران يا جماعة المنتخب ده حلو يا جماعة المنتخب ده النجاح بيجيب نجاح والفرحة بتجيب فرحة والإنجاز بيجيب إنجاز أنا مستني المباراة اللي جاي أنا مستني مباراة الأردن أنا مستني مباراة إيران قصدي أنا مستني أنا أنا هدي نفسي أحسن له واحد بس إيه يتعب ولا تجيله حاجة ولا تجيله جلطة يبقى إحنا مجلوطين لما بنخسر ونتجلط كمان لما نفوز يعني ابتدائي من الشروط الأول فيه مباراة النهاردة مباراة سوريا والأردن والمنتخب السوري ضاغط أول فرصة خطيرة لمنتخب سوريا كانت في الديئة خمسة عرضية جيدة جدا ولكن لم تستغل في الديئة تسعة أول تزديدة قوية لمنتخب الأردن في الزاوية الديئة ولكن تصدى لها الحارس الحارس هادي اسماعيل يا هادي اسماعيل اوعى تفرط في نفسك اوعى تفرط في موهبتك انت يا ابني موهوب طبعا سامحني أنا بقولك يا ابني أنا أكبر منك بكتير يا هادي انت يا ابني مشروع حارس منتخب سوريا الأول انت مشروع ملك شكوحي يعني ما تكلمنيش بقية تانية على أحمد مدنية وعلى أبراهيم علمة ولا طه موسى ولا اي حد تاني مشاقولها اسمها تانية لا 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 فارق كتير فارق كتير تقريبا الديفها مغلطيس تقريبا الكرة بتجيله بيمسكها بتتمسك كل الكرات اللي النهاردة تسددت على هادي اسماعيل تصدى لها ويمسكها إلا ركلة الجزاء هي الكرة الوحيدة اللي ممسكهاش في ايديه لأول مرة شوف حارس سوري بيطلع على نص الملعب والربع الملعب عادي وواسق في نفسه في الديها 12 رأسية خطيرة منتخب الأردن تصدى لها حارس هادي اسماعيل الديها 16 حاجة غريبة جدا لأول مرة شوف منتخب سوريا ضاغط على المنتخب الأردني وبيكبروهم ان هم يرجعوا الكرة الورى عند حارس مرماهم اللي النهاردة طبعا لا حاولة ليه ولا قوة بأداء المنتخب السوري وهجوم المنتخب السوري في الديها 17 تصدي رهيب جدا من هادي اسماعيل لكن طبعا نقول اللي لنا واللي علينا هادي اسماعيل طبعا حارس متميز ورائع وان شاء الله بإذن الله يحترف في أوروبا ولكن هو محتاج رد فعل سريح شوية في تمرير الكرة وفي نقل الكرة لما بيمسك الكرة بيتوه شوية عبال ما يباص الكرة يعني دي اللي فضلاله لكن هو متميز هو متكامل يا جماعة متجامل في الديها 18 تصديدة من المنتخب السوريا ولكن تصدي لها الحارس ديها 19 اللي لاحظ منكم ان الارض مليانة مية وده طبعا مشكلة كبيرة في الاراضي ويمكن اللي لاحظ ان النص ملعب اليمين فيه مية ونص ملعب الشمال مفيهوش مية يعني انا اعتقد ان دي مقصودة روية نظري في الديها 21 حارس الارضن اخطأ ورجع الكرة بسرعة ورحت هجمة مرتدة وتصدى لها حارس المنتخب السوري الديها 27 حارس سوريا ما زال مستمر في التقاط الكرات بايده اليمين وايده الشمال وايده الاثنين والكرة جماعة بتلزق الكرة بتلزق يعني انا وانا قاعد بتفرج بقول فينك يا ابراهيم علم تتفرج وتتعلم فينك يا احمد يا مدني فينك يا ازني عرابي فينك يا وليا مغنام تفرجوا على الحراس فينك يا وسيم يا ايوب كلهم حلوين كلهم جمال هو ده هو ده الحارس هادي اسماعيل النهاردة حفر اسمه بحروف من ذهب ولولا ركلت الجزاء كانت الفرحة هتبقى خمسين فرحة لكن هم تسعة واربعين فرحة حلوين انا راضي بيهم يعني المنتخبين كانوا بيلعبوا النهاردة في الشرط الاول لكن طبعا منتخب سوريا كان هو المتمكن اكتر طول المباراة في ديئة 30 تسديدة رهيبة من لعيب منتخب سوريا تصدى لها الحارس 33 لأول مرة شوف حارس منتخب سوريا خارج ربع الملعب ديئة 34 لعيب منتخب سوريا المدافعين بيرقصوا لعيبة المنتخب الاردني التسليم والتسلم بتاع منتخب سوريا النهاردة كان تك تك او تيك تك زي ما بيقولوا ديئة 38 ركلت جزائع للمنتخب الاردني ولكن لم تحتسب في ديئة 42 وطبعا كان واضح ان هي دي الطريقة الوحيدة اللي المنتخب الاردني هيسجل بيها ركلت الجزائع غير كان مش هيعرف غير كان مش هيعرف مع المنتخب السوري في ديئة 42 فرصة خطيرة مروا كنية سدادها لعب منتخب سوريا على الطائر ولكن ما دخلتش ديئة 43 هجمة مرتدة للاردن الحمد لله تصدى لها هاري اسماعيل البس النهاردة كان بيقطع وبدون تعليق والبس كان بطيء الحمد لله الحكم احتسب ثلاث دقايق وقت بدل ضائع في الشرط الاول خروج غير موفق من هاد اسماعيل في ديئة 46 يعني غلطة بسيطة يعني مقبولة مقبولة على الاداء الرهيب النهاردة الحمد لله انا كنت خايف ان الشرط الاول ينتهي بفوز المنتخب الاردني الحمد لله هاد اسماعيل اللي قدر يحصن المرمة كروس رهيب جدا من المنتخب سوريا وتصدي رائع جدا جدا من الحارس الاردني في ديئة 47 فرصة لمنتخب سوريا ما دخلتش وليه انتهي الشرط الاول بسيطرة سورية بنسبة 99% لعب جميل حرام كل ده ما كانش يترتب عليه فوز بدأ الشرط التاني الشرط التاني ديئة 50 هدف لمنتخب سوريا سجلوا اللعب عبد الرحمن السراج رقم 10 وخاصلة طبيعية ومنطقية على الاداء الرهيب استلام هدوء تصويب لعب تاني يكمل عليها اللي هو عبد الرحمن السراج كمان مبسوط النهاردة بالحضور الجمهيري اللي كان موجود النهاردة احنا بتكلم على الاردن وطبعا فيها جالية سورية كبيرة ولكن النهاردة كانوا حاضرين وكانوا مؤثرين رغم ان عددهم ما كانش كبير في الدهة 53 مرتدة خطيرة لمنتخب الاردن صدها الحارس بعدين هجمة مرتدة وتصدها حارس منتخب الاردن تخيل معايا ان انت تشوف اللاعبين دول لعيب منتخب سوريا الناشئين بعد خمس سنين او بعد ثلاث سنين في منتخب سوريا الاول طبعا احنا عندنا مشكلة في اللعب المحلي دلوقتي ما عندناش مشكلة ولو هنتكلم ونقول الحق لازم الشكر يروح برضو زي ما راح للكابتن فراس معسعس يروح للسيد صلاح رمضان والسيد عبد الرحمن الخطيب اه هم المنتخب الاول ما وفقناش معاه ولكن بقية المنتخبات في الفئات العمرية والسنية احنا وفقنا جدا وتذكروا كلامي ان شاء الله بإذن الله تأهل وان شاء الله بإذن الله تأهل بالعلامة يعني تأهل بالنقاط مش بفرق الاهداف ان شاء الله بإذن الله وصدارة بإذن الله ان شاء الله في الدياء 55 هدف ثاني للمنتخب سوريا رهيب 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 سجلوا عبد الرحمن ديناوي رقم 9 عشت وشفت منتخب سوريا بيلعب أداء ونتيجة على المنتخب الأردني جديدة والله والله جديدة لأول مرة من زمن طويل أشوف أداء ونتيجة وعلى مين على منتخب الأردن في الدياء 62 تصدي عالمي من حارس منتخب سوريا لتلت أربع كرات للأردن يعني انتوا عارفين لجنة اللعبين السوريين المختربين بتجيب لنا لعبين مختلفين من بره وتخليهم يلعبوا في منتخبات سوريا احنا عايزين العكس عايزين لجنة اللعبين السوريين المغتربين تاخد لعبين سوريين وتوديهم يلعبوا بره مش يلعبوا بره في السويد مش يلعبوا في أندية متوضعة لا لا يكون عندنا كادر أو كيان كده جوه للتحاد بياخد اللعيبة دول ويشوف لهم فرص بره انت بتتكلم على حارس حين 16 سنة هادي اسماعيل 16 سنة ويمكن أصغر وبهذا المستوى طبعا أتمنى أن أنا ما كونش حسدته يعني ربنا يوفقوا ويكلموا أنا ما بحستش الحمد لله يعني في الديئة 65 خروج رقم 20 أحمد خلف ودخول ليث الناصر رقم 17 الديئة 74 ركلة جزاء لسوريا سجلها اللعب رقم 11 بشار الحريري الهدف رقم 3 الديئة 80 تبديل رقم 13 ودخل مكان رقم 6 الديئة 84 تبديلين لمنتخب الأردن منتخب سوريا النهاردة سفلت المنتخب الأردني الديئة 87 تبديلات لمنتخب سوريا راكلة جزاء أخيرا للمنتخب الأردني في الديئة 96 ليسجلها لاعب المنتخب الأردني ول يضيع بعضا من الفرحة بعض من الفرحة في مباراة النهاردة تعالوا بقى نجمل الحديث مباراة النهاردة درس للمنتخب السوري الأول مباراة النهاردة درس الهيكتور كوبر مباراة النهاردة درس اللعبين الكبار المحليين اللي المفروض ان هم بيلعبوا مشات اكتر وخبراتهم اكتر ومش عارفين يلعبوا كورة قادي لعيبة اصغر منكم خبراتهم اقل ما بيلعبوش اساسي في كل المباريات وقدموا النهاردة مباراة تيك تاك ولا تيك تاك ال تيك تاك السوري انا شفت النهاردة التي كي تاك السوري الاول مرة لمسة 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 جون وبناء من الخلف وضغط ولعب محترف على آية حلقة شكركم على حسن المتابعة مبروك الفوز لمنتخب سوريا على المنتخب الأردني مبروك الصدارة مبروك هذا المنتخب الجديد يارب تكمل الفرحة إن شاء الله بإذن الله ونفوز على إيران ونتصدر المجموعة ونتأهل إن شاء الله بإذن الله دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته